أعوان سابقون للبشير يعملون على تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان. بهذه العبارة تهم وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو الموالين للرئيس السوداني سابق عمر البشير بعرقلت مسيرة حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. بومبيو أكد في بيان صحفي على دعم الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قائلا بأنهم يؤمنون بقوة بأن الأعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبداية الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف. الخارجية الأمريكية فرضت قيود على السفر إلى أراضيها بحق مؤيدي البشير وأكدت إن إجراءات ستتخذ بحق من يتقدم منهم للحصول على تأشير أمريكية. في ذات السياق شار البيان الصادر عن وزير الخارجية إلى أن الإجراءات المرتقبة تشمل أي أعمال تهدف لعرقلة عمل الوزراء المدنيين أو وقف تنفيذ أحكام الأعلان الدستوري أو تأخير الاستعدادات لصياغة دستوري جديد والتحضير لانتخابات عام 2022. وتواجه الحكومة السودانية صعوبات بالغة بسبب الثورة المضادة بشقيها الأمن والاقتصادي التي يقودها عناصر من النظام السابق. وتتهم السلطات عناصر النظام السابق مسؤولية الأحداث الأمنية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. اشتركوا في القناة